هذه أبرز العناوين مستقبل الدولي المغربي حاكم زياش قرار جديد من نادي غرطة صراي التركية يفاجئ المغرب وليد الرجراجي يفاجئ الجمهير المغربية ويتخذ قرار مفاجئا في حق كل من إبراهيم دياز وحاكم زياش بسبب وقعة الإشباك وهذا ما قالاها مدرب منتخب موريطانيا مواجهة المغرب بروفا حقيقية للسنغال ونفتخر بمواجهة أصول الأطلس الرجراجي يكشف ما أتار إعجابه بخصوص صفيان رحيمي في أول مباراة له مع المنتخب وهذا ما قاله عنها يشهد مستقبل الدولي المغربي حاكم زياش مع فريقه غرطة صراي التركي ضبابيا حيث ينتظر النادي حتى نهاية الموسم الحالي لتقييم أدائه قبل إتخاذ قرار بشأن تفعيل بونت شراء عقد من تشيزي الإنجليزي ووفقا للتقارير الإعلامية التركية فإن قرار الشراء حاكم زياش بشكل دائم يعتمد على عدة عوامل أهمها مستواه في المباريات المتبقية من الموسم وتجنب الإصابات وستقوم اللجنة الثقنية للنادي بتقييم آداء بدقة خلال ما تبقى من مباريات الدولي التركي قبل إتخاذ قرارا حاسما بشأن مستقبلها وفي الوقت نفسها تدرس بعض الأندية الصعودية والهولندية إمكانية التعاقد مع حكيم زياش بعد نهاية الموسم الكروي الحالي وتأتي هذه الاهتمامات بالآداء المميز الذي قدمه حكيم زياش مع المنتخب المغربي في كاسيوم إفريقيا الأخيرة ويبقى مستقبل حكيم زياش معلقا حتى نهاية الموسم حيث تجنعب المباريات المتبقي دورا حاسما في تحديد وجهته المقبلة سواء مع غاط صراي أو أحد الأندية المهتمة بضميها كذب الناخب الوطني وريد الرجراجية الرائج بشأن وجود خلاف بين اللاعب حكيم زياش وزميله إبراهيم دياز مؤكدا أن الأجواء جدية ومبديا استغرابه من تداول تلك الأخبار ورد الرجراجي باستغراب كاريبير على إمكانية وجود خلاف بين حكيم زياش وإبراهيم دياز قائلان في الندوة الصحفية التي تسبق المواجهات موليطانية حكيم زياش هو القائد والناس يعرفونه أنه لا يضحك كثيرا ويقولون عليه أنه صعب بالعكس حكيم زياش قائد الفريق هو أول لعب يرحب باللعبين الجدد ويدخلهم في الأجواء المجموعة وتابع وريد الرجراجي في حديثه قائلا حكيم زياش هو من أدخل إبراهيم دياز في المجموعة عندما أتى وأي واحد يلعب القرى بشكل جيد سيلعب مع المجموعة ككل ويلاقي المنتخب الوطني المغربي اليوم التلتاء نظيره المنتخب الموريطاني على أرضية الملعب ضرار الكبير في أجادير في ودية هي التانية لأسود الأطلس بالتوقف الحالي بعد لقاء أنغولا قال الفرنسي أمير عبدو مدارب منتخب موريطانيا أن فريقه يرى مواجهة المنتخب المغربي كتحضير قوي لإقصائيات كاسي إفريقيا القادمة ومونديال 2026 المقبلة وكشف عبدو في تصريحات خلال النوص صحفي التي تسبق مباراة موريطانيا والمغرب أن فريقه يرغب في الاستفادة من هذه المباراة التحضيرية لكاسم إفريقيا القادم معتبرا أنها مواجهة ستسم في التعرف على مستوى اللاعبين وتحضير بجدية الاستحقاقات القادمة وأوضح المتحدث نفسها أن مواجهة المغرب هي بروفيل حقيقي لمواجهة منتخب السنغال في تصفيات كاسي العنم والتي ستجرى يونيون مقبلة مبرزة أن المباراة ستكون جد قوية بين الطرفين وعبر عبدو عن سعادته بمواجهة فريقه عريق كالمغرب خاصة في ملعبه وأمام جماهيرها مؤكدا أن منتخبه لن يدخر جهدا في تقديم مستواجيد وتأكد أن موريطانيا منتخب قادم بقوة بدورها وكان المنتخب الوطني المغربي قد فازع نظيره الأنغولي بهدف دون رد يوم الجمعة الماضي على أرضية الملعب أضرار بأقادير في انتظار اللقاء الثاني الذي سيجمع بالمنتخب الموريطاني اليوم التلتاء في نفس الملعب عرب الناخب الوطني وليد الرجرغي عن إعجابه بالمستوى الذي قدمه النجم المغربي سفيان رحيمي في المباراة المقامة بالماضية أمام الأنغولا وتحدث الرجرغي عن ظهور القوي لسفيان رحيمي وذلك في النطو الصحفي الخاصة بمواجهة موريطانيا قائنا كما قلت لكم يعجبني من يرد في الملعب وصفيان دخوله ساقدنا وهذه الروح التي أبحث عنها وتابع وليد الرجرغي كان لدي المشروع منذ قدومي قبل سنة ونصف ولم يكن سهلا أن نبني في هذه المدة والآن هناك أما أمم إفريقيا والمونديال وأهم شيء هو تجديد والمنافسة واستقدام لاعبين جدود وواصل وليد الرجرغي حديث جواب القول عودة سفيان رحيمي رسالة جيدة لماذا سأظلمك إن عملت وأمنت بعودتك وكنت في الفرما وكذلك بالنسبة للذين غادروا فيمكنهم العودة ويواجه المنتخب المغربي يوم التلساء نظيره الموريطاني على أرضية الملعب ضرر بيجاديرا انطلاقا من الساعة العاشر الليلانة بتوقيت شغر نيتش اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر